الذي يقول هناك بشر قبل آدم ليس عنده دليل طيب لكن المعروف أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني خالق بشرا من طيب طيب فإذا سويت وانفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يظهر من الآية أنه لم يخلق قبله بشرا لأنه لاكا استغربت أتجعل فيها من يستجي ويسفك الدماء ونحن سبح بحمدك ونقدس لك فدل على أنه لم يخلق قبله البشر ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقناه من صلصال من حمائم مسنون طيب والجان خلقناه من قبله من نار السموم فالإنسان أول خلقه آدم الظاهر فآدم هو أبو البشر لذلك يقال له أبو البشر فأول إنسان خلق هو آدم وليس قبله ناس لكن قبله جن الجن مخلوقون قبل الإنس أما إن يقال بشر غير آدم في أماكن أخرى لم يثبت هذا والعلم عند الله يلا وعلا لما مسح الله على ظهر آدم أي صلى الله عليه وسلم أخرجت ذريته اللي محننا نحن ذرية آدم طيب وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا هذا ذريت آدم أي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه ما في غير آدم أبدا هذا الكلام غير صحيح أبدا وإنما هذا عند الشيع وغيرهم في كتاب الكافي أنه غير آدم هذا في سبعين آدم وهؤلاء السبعون آدم كلهم لا يعرفون خلق رسول الله لم يخلق ويتبرؤون أي بكر وعمر وهذا لحقدهم على أي بكر وعمر رضي الله عنه لكن هذا الكلام طبعا باطل لا شك في هذا فهذا كان ظهر مأخذ منهم يعني انتشر بين الناس منهم لكن صحيح أنه لا يوجد إلا آدم واحد وأولاده فقط ذريته بسمك